بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم وقت فأثرهم إلى يوم الدين أما بعد أراحب بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في أولى حلقات برنامجكم من الآداب الإسلامية وسنتحدث في أولى حلقات هذا البرنامج عن مقدمة تعريفية لهذا البرنامج برنامج من الآداب الإسلامية كلنا نعلم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في هذه الحياة الدنيا وأن من أراد النجاة والسعادة والهناء في الدنيا والآخرة فليتبع هدي نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وليجعل نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة له وهذا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فمن جعل نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة له فله السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بل إن أي عمل صالح لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين اثنين الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى والشرط الثاني هو متابعة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء وإمام أمته صلى الله عليه وسلم وإمام جميع الناس في العبادات والمعاملات والأخلاق وهذا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ذو خلق عظيم بل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أي كأنه قرآن يمشي على الأرض وهذا الحديث أخرجه الإمام المسلم في صحيحه فمن هنا يتبين لنا إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات أهمية الأخلاق في حياة المسلم وأن من مقاصد بعثة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أتى ليتمم مكارم الأخلاق وهذا ما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في مستدرك الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق فمكارم الأخلاق من مقاصد بعثة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن جملة هذه الأخلاق هذه الآداب التي سنتكلم عنها في هذا البرنامج النافع الماتع فكل مسلم وكل شاب وكل فتاة يريدون الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى والالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه وحث عليه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أن يسألوا أهل العلم يسألوا أهل العلم عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته وزكاته وصيامه وحجه لبيت الله الحرام كذلك يسألون عن معاملات النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتعامل في البيع والشراء وجميع المعاملات المالية كذلك يسألون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وتعامله مع زوجه وأولاده وكذلك تعامله مع جيرانه ومع ذوي رحمه كذلك يسألون أهل العلم عن عادات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن آداب نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق بذلك الاقتداء بنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات أن في الاقتداء بنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة عدنا إليكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات بعد هذا الفاصل من خلال برنامجكم من الآداب الإسلامية وقد ذكرنا قبل الفاصل أن من مقاصد بعثة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أتى ليتمم مكارم وصالح الأخلاق فالأخلاق هي من مقاصد بعثة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وبعد مبعثه كان يتحلى بمكارم الأخلاق وكان يتحلى بجملة من الأدب فالأخلاق هي في نفوسنا وقلوبنا من الفضائل ومن الأمور العظيمة وأما الآداب هي السلكيات التي يقوم بها المسلم والمسلمة وكذلك المؤمن والمؤمنة فهذا يدل أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات أن باب الآداب من الأمور المهمة وأنه يجب على كل رب أسره أن يعتني به ويعلمه أولاده كذلك كل معلم ومعلم عليه أن يهتم بهذا الأمر وأن يربي عليه طلابه وطالباته فمن هذا المقام ومن خلال هذا البرنامج الراعب برنامج من الآداب الإسلامية أقترح أن نهتم بما يتعلق بالآداب الإسلامية وأن تدرس هذه المادة مادة الآداب الإسلامية في جميع منابر التعليم ففي الجامعات وبالأخص في كليات الشريعة لا بد أن تخص مادة كاملة للآداب الإسلامية وكما هو معلوم أن في كلية الشريعة هناك مادة تسمى بمادة الأخلاق الإسلامية فلا بد أن يركز بها على ما يتعلق بالآداب الإسلامية كذلك أقترح أن يسلط الأئمة المساجد الضوء على مادة الآداب الإسلامية وأن يجعلونها من ضمن دروسهم التي تلقى بعد الصلوات فعلى كل إمام مسجد أن يهتم بهذا الموضوع موضوع الآداب الإسلامية وأن يجعل له درسا خاصا بعد الصلاة يلقيه على المصلين كذلك أقترح على خطباء المساجد ومن يعتلون المنابر في المساجد أن يهتموا بموضوع الآداب الإسلامية وأن يجعلونها في سلسلة خطبهم فيجعلون من ضمن سلسلة خطبهم ما يتعلق بالآداب الإسلامية وأن يخصصوا خطبهم بكل خطبة موضوع يتعلق بالآداب الإسلامية كذلك أقترح على الوعاظ وعلى من يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يقوم بأوجب واجباته وأصل أصوله الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن ضده وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى أن يهتم بسنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الآداب الإسلامية لأنه بالتمسق بالآداب الإسلامية والتمسك بالأخلاق الإسلامية بهذا سيقتدي بنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن في الاقتداء والاهتداء بهدي نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لأن اتباع نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك يجعل الله سبحانه وتعالى عملك مقبولا عنده لأن كل عمل صالح لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بتحقق شرطين اثنين الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى ويكون منافيا من الرياء الذي هو محبط للأعمال وكذلك سمه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر وكذلك في اتباع نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتباع نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في أوامره وكذلك في نواهيه وكذلك في الأحكام الشرعية وفي أخلاقه وفي آدابه يجعل عملك مقبولا عند الله سبحانه وتعالى وكذلك تكون مهتديا ومغتديا بنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة